كثيراً ما شاهدنا في وقتٍ سابق منتوجاتٍ فلاحية متنوعة مرمية في الطرقات نتيجةً للفائض الكبير في المنتوج ولعدم قدرة الفلاحين على التسويق زيادةً للعرض ونقصٍ للطلب وذلك لغياب صناعةٍ تحويلية أمرٌ دع السلطات العليا تبني هذا الخيار ضمن خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي بالتأكيد على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية وبالأخص تحويل المنتوج الفلاحي لتفادي استيراد هذه المواد من الخارج بأموال باهضة وتشجيع إنجاز مصانع للصناعات التحويلية من المواد ذات الانتاج الوفير على غرار تحويل البطاطا والحمضيات في سنين ونحن ننتج انتاج وافر وجودة عالية ثم تصوروا يعني انتحار اقتصادي البطاطا موفرة ونمشي نستور للشيبس كسي سيد لقفولي ولا سيد سابوتاج ولا سيد لقفولي سيد انكمبريانسي ما تتفهمش اذا ما فيش انسجام بين الصناعات والانتاج الوطني وهذه اللي يسموها الصناعات التحويلية هذه نبدأ بها هي اللولة نحول المنتج داي مسعا ثمنه اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الناشئة لان الصناعة التحويلية في نظرهم لا تتطلب الكثير عدا المرافقة وتجسيد القرارة ميدانيا ورفع العراق للبيروقراطية في وجه الشباب الراغبة لاستطمار في المجال عندما نقول مؤسسة منتجة ويكون ذلك الانتاج وفير في البلد يعني هناك امكانية لتصديره هنا فقط الامر يعتمد على القوانين وعلى التسهيلات المؤسسة مضطرة الى اتباع القوانين وليس العكس لما تكون هناك تسهيلات وقوانين وتوجيهات وتطبيقات في الميدان المؤسسات الاقتصادية ستتوجه الى التصدير دون عبع ودون التفكير في ذلك مختصون اعتبروا ان لصناعة التحويلية فوائد عدة يجنيها الفلاح في تسويق منتوجه منجها ناهيك عن استفادة المصنع من المادة المحلية بسعر مقبول كما انها تدر على الاقتصاد الوطني مداخل اضافية نظرا لجودة المنتوج الجزائري وقدرته على المنافسة خصوصا السوق الافريقي المنطقة الخصبة للتصدير